السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? انا شايماء امين. هعملكوا ان شاء الله النهاردة من مطبخي مطبخ فريدة. بيتزا الميني. او ميني البيتزا. مع اه حوالي عشر قطع من المعجنات. كل ده هنعمله من اه من تلات كوبات دقيق. ودول عشرين قطع من ميني بيتزا. ان شاء الله تشوفوا الطريقة وتعجبكم. والكمية دي اللي طلعتلي من تلات كوبات دقيق. تقدروا تعملها في اعياد الميلاد. للمدرسة. الصبح للولاد. نوع من التغيير والتجديد والاطفال هيحبوها. وشايفين احنا بنعمل حاجة بقى خلو نظافة. وحشوة اه الحشوة كتير. مش زي طبعا الجهزة اللي بنشتريها من بره. بيبقى فيها طماطم وفلفل بس كده. طبعا نظافة كمان بتفرق. يلا نشوف هنعمل ايه? عندي تلات كبايات من دقيق. كبايات زبادي مع الاكبيرة خميرة مع الاكبيرة سكر. وهنخل دقيق بتاعي. وعندي كمان ثلاث معالق كبار من اللبن البودرة. ده ممكن تستاني عنه بس تبيدي راحة حلوة في البيت زوطاع. هحط كمان مع الاكبيرة جدا من بتاعة التواب الملح. هحط السكر والخميرة بتاعي في نص كبايات مية دافية. وادوبهم. واركنهم كده على جنب على محط مقاديري على بعضها. حطيت اللبن مع الدقيق مع الملح. هقلب كله مع بعضه. الزبادي هنا بتدي تراوى حلوة للعجين. هحط كمان طرف المعلقة كده بيكينج بودر. وهضيف بعد كده معلقة صغيرة من الخل. الخل مع البيكينج بودر يعتبر مادة رفعة. هحط ربع كباية من الزيت. وابدأ افرق العجينة بتاعتي في ايدي كده. هنزل بقى بالزبادي بتاعتي. قولنا الزبادي بتدي تراوى للعجين. كمان كباية زائية وطعم حل. اللبن بينشف العجينة شوية. الزبادي بتبقى افضل. هعجم بقى كده في العجين بتاعي. هضيف بقى المياه اللي بالخميرة. هي تفعلت خلاص وبدأت تعلى معايا. دي حوالي نصف كباية مياه دافية. احتاج عليها حوالي ربع كباية كمان. انا ههمل لنفس الكباية دي بمياه دافية برضو. وهنزل بالتدريج بيها كده. مش هاخد كل المياه مرة واحدة. اتفقنا ان العجين بيختلف من دقيق لدقيق. فانت مفيش مقدار معايا للمياه. انت بتفضلت ديف المياه بالتدريج. لقيت ما العجينة هتلمي معاياك وتبقى مصبوطة. هضيف معلقة صغيرة من الخل. دي الكباية التانية. انا مش هحبطها كلها. انا خدت ربعها بس. وتقريبا مش هحتاج ديرهم. يعني يعتبر المقدار المياه كله كباية لربع اللي احتاجتهم في العجينة دي. يبقى التالي الكباية دي ايه? اخدوا كباية لربع من المياه. تمام? افضل عجين فيها الجاية من العجين اللي في ايدي يطلع في العجينة. والطبق كمان ينضف معايا. وتلمي منه العجين كله. كل ما عجنتي في العجينة كتير. كل ما اديتها حقها في العجن. وكل ما ريحتك في الفرد بعد كده. وديتك نتيجة كويس. شايفيني تلمي كله ازاي? وانا خلاص ما اخدتش مية تاني اكتر من دول. لمت معايا العجينة. اسيبها بقى اغطيها. واسيبها ترتاح. بس بعد ما عجينها شوية على الرخامة كده برش دقيق. افضل افرد ولم فيها. حوالي خمس دقيق. الخطوة دي مهمة. خلاص كده طريت معي وبقى التمام. هادي هنا الطبق زيت. ده هنا بسيطة عشان العجينة ما تلزقش مني وانا باشلها من الطبق بعد كده بعد ما تخمر. اغطيها. وانا دخلها الفرن دافي. انا فتحته وطفيت عليه تاني. واسيبها تخمر. هنا بقى الحشوة بتاعتي حسب المتاحة عندك. ده فلفل وطماطن بس اخد اللحم بتاعها بس. زتون شرايح. جبنا متزرلة وجبنا براميلي عليها زعتر. هبدأ اخد العجينة بتاعتي نزلها على رش الدقيق. علشان ما تنشفش معايا. ننزل بالعجينة بتاعتي. هبدأ اقسم العجينة بتاعتي. بس انا خدت حتة كده اكبر يعني القطع اللي على اليمين دي اكبر شوية اللي هعملها آآ ميني بيتزا. هلمها زي البقجة كده واسيبها على الرخامة. على رش الدقيق. واخد الكمية التانية دي اسمها حاول اقطعها القطع متساوية عشان هكورها كور بعد كده. واعمل منها الاشكال المختلفة كده من المعجنات. هكورها برضو. هاخد كل القطع وكورها كورة كده. واحطها على دقيق عشان ما تلزقش منك في الرخامة. العجينة لازم تكون طرية معاك وبتلزق بسيط عشان تديجي نتيجة كويسة. حطيتهم على رش الدقيق وهوغطيهم بالفوطة. واسيبهم كمان يخمروا تاني ويعلوا معايا. اخد الكمية التانية اللي انا عاملها ميني بقى معاكو. افردها من الشابة. على الدقيق. اعايز افردها حوالي نصف سنطي مش عايزة رققها قوي ولا ولا تبقى سميكة معايا قوي. يعني تبقى معاقولة. تمام؟ شايفين بتتفرد معايا بسهولة ازاي? علشان نخمرت معايا وارتحت وتعجنت كويس. كل ما عجنتك كويس. كل ما ديتك نتيجة كويسة وانت بتفردي ما تقطعتش منك وما لمتش منك. وراحتك كمان في التشكيل وكمان بعد ما تطلع من الفرن بتبقى طرية وجميلة. شايفين ان السمك بتاعها نصف سنطي تقريبا. الكوباية عندي بقى تكون طويلة علشان انا عايز التقطيع بتاعتها تكون صويرة. كوباية الشاية تديك دايرة اكبر شوية. قطعيها بقى داوير كده. والعجين اللي هيبقى عندك طبعا في الاخر الده اللي انا هشيله. هالمه تاني اكوره وافرده وقطعه تاني. هادة الانصانية تكون الالمونيا عندي بالزيت. دهنة بسيطة. خد بقى العجينة دي كده تكوريها تاني والامها زي البقجة بايدك. واسبيها ترتاح وفريديها تاني وقطعيها. ولغاية ما يتبقى معاك في الاخر العجينة قليلة كده هتخديها تكوريها وتعمليها اشكال من المعجنات. هرصت عندي بقى الميني بنتة بتاعي في الصينية. مدهونة زيت. وفضل تكون الالمونيا. نفضيها بس من الدقيق. هتسيبيها تغطيها بخوطة. وتسيبيها ترتاح تاني وتعلى معاكي. قبل ما تحطيها الحشوة بتاعتها. هكور هافرد بقى العجينة دي وقطعها برضو. اهم. واخد الباقي ده بقى اقسمه على كرتين عشان اعملوا معجنات. لان مش هينفى خلاص تفريديها وتقطعيها. هتسيبها ترتاح بقى مع باقي الكور اللي احنا قطعناه. تمام? شايفين مش اي حاجة صعبة ازاي? حاجتك عاملها بنظافة بايدك ضمن ايدك نضيفة وضمن ادواتك نضيفة. شايفين دي عالية معايا وخمرة ايه? هبدأ دهنها بقى بالصلصة دي معلقتين صلصة كبار. على تلك اكياس من الكاتشب. على رشة من الزعتر ورشة من الفلفل الاصمر. ممكن تديفتهم بودر وبصل بودر لو حبه. ايدي هنا البتزة بتاعتك بقى بالراحة كده علشان ما تهبطش منك تاني. وابدأ يحط الحشوة بتاعتك. تقدر يتديفي بقى لو حابة تحط لحمة مع الصاجة. حابة تحطي فراخ مع الصاجة. زي ما تحبي الحشوة دي بتاعتك انت. ممكن جبنا بيضة. ده زاتون وفلفل. وطماطم. والجبنة المتزرية اللي هتحطي رشة بعد كده على الوش عشان تمسك الحشوة معاك. الفرن بتاعك صخن وشغال. هتدخل على نارة عالية. هتحطيها على الصاجة دقيقتين. لايت ما تعلق معاك. وبعدين ترفعيها على الشبكة الوسطانية. لايت ما تحس ان هي بدأ لونها كده يختلف معاك. واتبعيها من تحت لو بدأت تتحمل. يبقى ايه كده خلاص. استود معاك. هي بتقعد حوالي سبع دقيق كتير قوي في الفرن. ما بتتأخرش خالص. هنا هي خلاص طلعت في الفرن. هاخد بقى الكور بتاعت دي. افرد كرة كرة واعمل معاكو اشكال. افردي بقى بالنشام بتاعتك على دقيقة برضو عشان ما يلزقش منك. والمعجنات دي انا هحشيها لحم هحشيها جبنة براميلي بالزعتر. تقدرين انتي تحشي بقى لحمة مع الصغة او في رحمة مع الصغة زي ما اتفقنا. تقدر تعمل اسجق. هتفرديها وتقطعيها كده بالقطعة دي او ممكن بالسكينة. عندي كذا بديل. لو القطعة مش موجودة تستعملي السكينة عادي. هتحط الجبنة كده وتزبطيها بالطول. تخليها بالطول كده. وتبدأ تلمي كل شريط انت قطعتيه في اليمين وفي الشمال. مرة يمين ومرة شمال. وتلزقي بايدك كويس عشان ما تفكش منك في الفرن. طبعا هنسيب هم بعد ما نشكلهم يرتاحوا تاني ويخمروا. قبل ما ندخلهم الفرن. الطعي بقى الاخر القطعة دي اعمليها زي دي للسمكة كده. يعني شبه السمكة شوية معايا. الاطفال بفراحوا قوي بالاشكال دي وبياكلوها. جيبي بقى زاتونة كده حطيها فوق. يعني زي عين السمكة كده. ده الشكل النهائي. هتحطها في صنية برضو مدهونة بالزيت. واسيبها ترتاح وتعلى معايا تاني وغطيها بالفوطة عشان ما تنشفش. هعمل شكل تاني معاكو. هلم بقى الحشوة بتاعتي كده هقفل عليها كويس. وابدأ اقطع بالسكينة. انا بوريكو بديل تاني اهو بالسكينة. هتنغزيها كده كأنك بتنغزيها كده بس بالسكينة. نقط. وتبرومي وتقفل الطروف بتاعتها كويس عشان ما تفكش. هيبقى شكل هلال من نقط كده. ده شكل تاني. هيبقى لما يخمر ويدخل للفورن. ده شكل تاني برضو. هعملها زي القطايف كده اللي بنعملها في رمضان. بس يعني هعمل فيها شكل كده بالملقات والسكينة. تقدر تستعملي ادوات عندك في البيت بسيطة جدا وتعملي منها اشكال. هتقطعي بالسكينة شرايط وبعدين تاخذي كل الشريطة دي تعملها بالسكينة برضو كده خطوط. بس من غير ما تقطعيها. وبعدين تمسكي الملقات بتاعك بقى كل القطعة كل الشريط قطعتي تلميه كده بالملقات من فوق تضغط عليه. عشان يديكي الشكل اللي هتشوفيه معيه دلوقتي. شايفين من فيش اي حاجة صعبة ازاي لجاة دلوقتي كله سهل. وكله امكانيات متاحة عندنا في البيت. وبتفرح الاطفال جدا متغير عن سندوتشات المدرسة. وكمان ممكن تعمليها في اعياد الميلاد. هيبقوا طبقين محترمين كده على الصفرة. ده الشكل النهائي. برضو هترتاح في الصانية. عامل معكم شكل تاني. هفردها كده بيضوية شوية. حت الحشوة بتاعتي من قدامي كده على الطرف. وابدأ اقفل عليها واضغط بايديك كويس عشان ما تفكش. وهتجيبي بقى القطعة بتاعة البيتزا. بتشغل شريها كده بس مش هتقطع لي الاخر. وتلفي. وتبروميها. وتلفيها كده زي الكحكة. وتجيبي اخر طرف من تحت عشان ما تفكش. تمام? شايفين اشكال بسيطة وتقدري تجددي بيها. ممكن تعملي صانية كاملة. مسلا شكل واحد. هتجيبي كده وتحطي الحشوة وتعمليها زي البقجة كده وتقفليها وتجيبي واحدة تانية تفرديها. وترققيها خالص. علشان لما تتخبز ما تبقاش عاجين معاكي. عشان هنحطها على التانية دي. يبدأ بقى قطعيها بالقطعة كده. هاتي بقى البقجة اللي انت لمتيها حطيها في قلبي دي كده. بس تتخلي القفلة بتاعتها لتحت. وقفلي عليها برضو القفلة التانية لتحت. عشان هتحطيها كده لتحت في الصينية. وده الشكل النهائي لها. ده شكل هلال برضو. بس هعملوا بالسكينة. ده الشكل خلاص. خلصت معايا. الوقت بقى هادهن صفار بيضة بمعلاقة خلي صغيرة ورشة بون. آآ هادهن بقى المعجنات بتاعدي بعد مرتاحة وعليت معايا. ورش رشة حبة البركة. صانية تانية هعملها بالسمسم. هعمل الصانية التانية وهرشها سمسم. تمام. هدخلها برضو فرجة عالي على الصوجة دقيقتين. وارفعها في الشبكة الوسطانية. شايفين اول ملاوونة طلعتها. ده الشكل النهائي. شايفين الكمية اللي طلعتلي من تلك كبات. ان شاء الله تجربها وتعجيبكو. استنى رأيكو وتعليقاتكو واستفساراتكو. تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. هفتح لكم واحدة كده تشوفوها من جوة عاملة ازاي? شايفين آآ عاجلة قطنية وجميلة ازاي? تنسوش بقى هستنى منكو اي طلبات. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكو شايماء امين. اشتركوا في القناة